اغرب اربع حالات هبوط للطائرات اصبحت الطائرات من اهم وسائل النقل في العالم لسرعة الانتقال من مكان الى اخر ولتكاليف الطيران المعقولة في ظل وجود عدد كبير ومنافسة بين شركات الطيران بالاضافة الى الامان في الرحلات الجوية اكثر من الرحلات البرية ولكنها تبقى مخيفة في بعض الاحيان خاصة بعد سماع الكثير من الكوارث الجوية التي تحاول معظم شركات الطيران حلها او لسوء الاجواء حيث يعتمد هذا على قرار طاقم الطائرة والكابتن للهبوط الاضطراري والذي قد يكون صائبا في بعض الاحيان او قد يدي بحياة الركاب اذا كان خاطئا ومن اغرب حالات الهبوط الاضطرارية في عالم الطيران ما يلي اربع فقدان المروحية فوق مضمار السباق جاك بارنيت طيار عمره تسعة وسبعين عام فقد احدى المروحيات لطائرته الخاصة وهو في الجو مما ادى الى خلل فيها حيث كان اقرب مكان للهبوط بعيدا جدا مما ادى الى ان يقرر الهبوط في اقرب نقطة للنجاة وكان عليه الاختيار بين قرارين هو الهبوط على طريق سريع ولكنه تخوف من وجود السيارات على الطريق السريع والحاق الضرر بحياة احد مستقلي السيارات اما القرار الثاني فكان الهبوط في مضمار سباق كان قريبا منه وكان لا يوجد وقت كثير لاتخاذ القرار من جانبه حتى قرر الهبوط في مضمار السباق والاشبه بحفرة كبيرة كما قال حيث فقد الوعي بعد هبوطه ليصل الى بر الامان حيث سأل زوجته عما حصل بالطائرة حيث ادى هذا الهبوط الى تحطم بعض اجزائها لكن دون اضرار اخرى في مكان الهبوط ثلاثة الهبوط على الطريق السريع في الهند هبطت طائرة في ولاية ماديا براديش في الهند هبوطا اضطراريا على الطريق السريع وهي طائرة صغيرة تحمل اربع مقاعد حيث اضطر الطيار للهبوط في اقرب فرصة بعدما ادت قوة الرياح الى الهبوط في اقرب نقطة حيث حاول الطيار الهبوط في احد السدود لكن الجهات الامنية رفضت هذا الحل ليطلب الهبوط على الطريق السريع بعدما قامت السلطات الهندية باقاف حركة السير لهبوط الطيار في الطريق السريع دون ان يسبب اي اضرار للطريق ولا للسيارات ولا حتى يلحق الضرار بشجرة واحدة ليأخذ الطيار الى التحقيق ويدلي باقواله لسبب الهبوط في هذا المكان اثنان طائرة صحيحة لكن مطار خاطئ هبوط طائرة من نوع بوينغ 737 في مطار مقاطعة تاني وهي قادمة من مطار برانسون حيث هبطت هذه الطائرة بالخطأ قال احد ركاب الطائرة وهو سكوتشيفر محامي ان الهبوط كان صعبا جدا لان مطار مقاطعة تاني غير مخصص لمثل هذا النوع من الطائرات والمعد فقط لانواع صغيرة من الطائرات حيث هبطت طائرة البوينغ في المطار الخطأ وكانت الطائرة على ارتفاع 3700 قدم وعند الهبوط استخدم الطيار المكابحة بشكل شديد لمحاولة السيطرة على الطائرة التي تحتاج الى مسافة اكبر للوقوف لكبر حجمها وقد كانت المسافة من 100 الى 300 قدم حيث هبطت وتوقفت في نهاية المدرج بصعوبة شديدة ولم يصب اي احد من ركاب الطائرة وعددهم 124 لكنهم شعروا بالانزعاج واحد هبوط الطائرة على شاطئ مدينة سيدار بوينت الترفيهية سيدار بوينت هي مدينة ترفيهية للالعاب تقع في ساوندوسكي وهي جزيرة في الطرف الشمالي من ولاية اوهايو فازت بالعديد من الجوائز لانها من اعظم المناطق الساحلية والترفيهية في العالم والتي يزورها العديد من الناس لقضاء وقت المرح الا انه من غير المتوقع حدوث مثل هذا الحدث الغريب في الاسبوع الثاني من يونيو عام 2014 والذي ادى الى اغلاق الحديقة لمدة يومين حيث ادى تحطم زجاج احد الطائرات الصغيرة الى ان يقوم الطيار بالهبوط وكان لديه عدة خيارات اما الهبوط على شريط الشاطئ مباشرة الذي كان بجانبه والذي يقع بجانب السفينة الدوارة ماجنوم او في بحيرة ايري ونظرا لضيق الوقت قام بالهبوط الى جانب الشاطئ وبشكل مباشر اذا اعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب